في قانون الغاب الأمريكي، لا سلطة للقانون الدولي على الأمريكيين، والأمر ينسحب على إسرائيل الكيان المحمي غربياً حتى وهو يرتكب محرقة الإبادة الجماعية، فلا قوة للقانون ما تعلق الأمر بالإسرائيليين، بل القانون يصبح التهديد للمؤسسات الدولية بالانتقام. وها هي إدارة بايدن ترسخ النهج عينه، فإسرائيل محمية لا تجدي معها المحاكم، ولو في مستوى الجنائية الدولية، فالتقدير المسيس من واشنطن هو عدم أهلية تلك المحكمة لمعالجة المسألة الفلسطينية، وخذ سبباً آخر يحاجج به الأمريكيون، هو عدم عضوية الولايات المتحدة في المحكمة، وذاك عذر يكاد هو وجرم إسرائيل يتساويان في القبح، إذ تحاول واشنطن قطع الطريق أمام اعتقال مسؤولين إسرائيليين، بينهم نيتنياهو، وقبل ذلك تضغط بالتعبير عن قلق بشأن انسحاب تل أبيب، من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لا يزال أصلاً محل ترقب وريبة، إن كان لإسرائيل أصلاً نية في تحقيقه. وفي سياسة العصى الأمريكية، لا حصنة لمسؤولي الجنائية الدولية من الانتقام، والأمر ليس سراً، بل هو مصرب إعلامياً، والحديث جار عن تهديد من مشرعين في الكونغرس، حيث يعكف بعضهم على سياغة رد عقابي، والتهديد الأمريكي بالمختصر لا تقرب إسرائيل كما لا تقرب الأمريكيين. ولواشنطن سابقة يستحضرها رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، متحدثاً عن توقعه نسخة من مشروع قانون مشابه، هو قانون معاقبة مسؤولين في الجنائية الدولية شاركوا في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، وقد أعذر من أنذر ينطق لسان حال الأمريكيين. ولكن واشنطن لا تستثني إسرائيل من العقاب، فهي تسرب إعلامياً نيات عن استهداف وحدة عسكرية في خضم حديث مكرر عن خلاف مع تل أبيب، وما ذاك إلا تصنع وحيلة ومراوغة لإشغال الرأي العام العالمي. فسرعان منقلبت إدارة بايدن على قانون ليهي الذي أقره الكونغرس بزعم حماية حقوق الإنسان، والقانون ينص على معاقبة الوحدات العسكرية إن تلقت دولها دعماً أمريكياً، ويبقى الاستثناء كيان الاحتلال، رغم إقرار الخارجية الأمريكية بانتهاكات تورطت فيها خمس وحدات عسكرية إسرائيلية، لكن المتحدث باسمها يبرر استمرار تسليح إسرائيل، فيقدم عذراً باتخاذ الوحدات المتورطة خطوات إصلاحية بوصفه. محمد بعبدالله الميادين